مساء الخير نضال الأحمدية رجعت تاني وبتتكلم عن شيرين بس المرة دي بتتكلم بطريقة مختلفة او نقدر نقول غيرت كل كلامها اللي كانت قلته قبل كده عن شيرين وقالت عكسه تماما نضال الأحمدية طلعت في برنامج وقالت انا قبل ما اطلع المقابلة دي استأذنت من شيرين انها اتكلم عنها وسألتها تتكلم عن ايه وما تتكلمش عن ايه لكن شيرين قالت لها قول اللي انت عايزاه اول حاجة اتكلمت عنها اتكلمت عن اخوها محمد عبدالوهاب وقالت ان شيرين مصابة بالرعب من ساعة الواقع بتاعة المستشفى وانه فعلا رفع عليها السلاح وضربها كتير وقالت كمان ان شيرين مش بتجدب ومش بتتصنع وان اخوها والدتها ازوها كتير وعندها صدمة كبيرة منهم وفكرة ان والدتها تطلع وتتكلم عليها وتقول انها مدمنة مقصرة فيها نفسيا وقالت على محمد عبدالوهاب اخو شيرين ان هو بيتمتع بالزكاء بس في الشر والازية وانه طالع مع عمرة قديب مش عشان يحمي اخته ولا حاجة زي ما قال لا ده علشان يغير نظرة الرأي العام ليه لان في الوقت ده كان مطلوب في النيابة فكان لازم يعمل كده علشان يخطف تعاطف الجمهور وقالت كمان لما حطها في المستشفى حطها باسم مستعار يعني لو شيرين ماتت في الوقت ده ما كانش حد هيعرف عنها حاجة وقالت انها مش عارفة ليه اخوها حطها في المستشفى وقالت كمان انه حسان بيحب شيرين جدا ومش طمعا فيها وقالت انا مقلتش عليه اصلا ان هو كداب ولما المزيع سألتها ان شيرين بتتعطى المخدرات انقرت تماما قالت مش مظبوط شيرين ما بتتعطى المخدرات وكلهم كدبين وانا مش افتهاش وهي بتاخد مخدرات طيب ده ملخص الحوار اللي قلته لانضال الاحمدية عن شيرين عبدالوهاب طيب لما نيجي نحلل الكلام اللي قلته المراضي على الكلام اللي قلته قبل كده في المستشفى هنلاقي تناقض كبير جدا الاول كانت بتافع عن محمد عبدالوهاب باستماتة لكن دلوقتي عند زكاء في الشر والازية وفين الكلام والمستندات اللي كانت وغدها ضد حسام دلوقتي بيحب شيرين ومش طمعا طيب ما انت قلت يا نيضال ان حسام هو اللي بيجيب لها السم الهاري يبقى ازاي شيرين مش مدمنة ففي تناقض كبير قوي ما بين كلامها قبل كده وكلامها دلوقتي والحد هنا الفيديو بتاعنا خلص لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الاشتراك في القناة تفايل جرس التنبيهات مع السلام